بص وخلينا نقول إن منتخب مصر أكيد أكيد أياً كانت النتيجة فهو بيحظى بتقدير كبير جداً من المشجعين ومن الجمهور المصري لأن منتخب مصر الحقيقة يعني خض مشوار بطولي بتتكلم عن إن أنت المنتخب الوحيد في البطولة اللي واجهت نيجيريا وكودفوار والمغرب والكاميرون ترح تلعب السنغال وسنغال بقى إيه يعني بيتفسحوا في البطولة يعني بفهم يلعبوا كان بفردي وبعد كده يلعبوا بركي نفسه وفي الوسط يلعبوا على غينيا اللي ستوقاية يعني قصة بعيدة خالص عن اللي كان حظوظ بالظبط بقى مش حظوظ بس في النهاية وترتيبك في المجموعة وبعد كده إنت يعني إلا أنا بقول بقول ليه إن إنت حتحظى بتقدير الجميع لأن الكل شايف قد إيه منتخب مصر بداية من دور الساة عشر لو أن مرحلة الجد بقى مرحلة خروج المغلوب أنت بتأدي أفضل ما لديك رايح النهائي وإنت لعب ثلاث مباراة متتالية 120 دقيقة منهم مبارتين برقلات الترجيح إرهاق بدني وذهني كبير جداً كم إصابات كبير جداً فالحقيقة أنت رايح النهائي من المفترض أن أنت حتى كمان منتخب السنغال ورغم أن مباراةه خلصت 90 دقيقة كمان مريح يوم زيادة عنك فطبعاً دي كلها حاجات بتصب في مصلحة منتخب السنغال اللي برضو عنده نجوم كبار جداً في أوروبا وبردو أنا كأمير يعني بصنفه ضمن أقوى منتخبين في قارة أفريقيا مع منتخب المغرب في الوقت الحالي فالحقيقة أن منتخب السنغال هو لما هنيجي نبص على الورق وحتى كمان التحليلات اللي مش مصرية التحليلات اللي جاية من برة بتحط دايماً أن منتخب السنغال هو المرشح الأول أو المرشح الأقوى لكن خلينا أقول للناس أن الكاميرون كانت مرشح أقوى ضدنا المغرب كانت مرشح أقوى ضدنا كودفور كانت مرشح أقوى ضدنا لكن منتخب مصر بطريقته بفرض أسلوب وفرض شخصيته قدر أنه هو يوصل معهم لمرحلة الفوز فالمتوقع أن بكرة إن شاء الله منتخب مصر هيحاول أنه هو يلعب بنفس طريقته أنه هو يحاول أنه يفرض أسلوبه وشخصيته لحد ما يقدر يحقق هدفه في المباراة سواء بعد حقق في 90 دقيقة أو في 120 دقيقة برقلات الترجيح بس هيعمل كل حاجة عنده وهو ده اللي عايزة الناس الناس عايزة إيه؟ أنهم يشوفوا العيبة بيقدموا كل حاجة عندهم الكرة دي مكسب وخصارة فمنطق جداً أن زي محمد صلاح النهاردة في المؤتمر الصحفي فيما قال الناس ما كانتش زعلانا مننا لما خسرنا نهائي 2017 علشان حسوا أنه احنا عملنا كل حاجة فبرضو ده نفس الحال دلوقتي إن شاء الله المكسب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله منتخب مصر يكسب بس برضو مش عايز الناس تنشغل بفكرة لو خسرنا لأن في كل الأحوال احنا عايزين نتفرج على منتخب مصر بيلعب كرة حلوة منتخب مصر عنده روح كبيرة عنده حماس كبير زي اللي احنا شفناها في المباريات اللي فاتت طبعا لو فزنا لحينقلنا نقلة كبيرة جداً ليه نقلة كبيرة جداً؟ علشان احنا بقلنا فترة طويلة قوي بعيد عن تصنيف المنتخبات الكبيرة في قارة أفراقيا لدرجة إن احنا في تصنيف كاس العالم خرجنا من تصنيف أول خمسة ويبقينا من الفرق اللي هي صاحبة التصنيف التاني اللي بتلاعب فرق ومنتخبات أقوى فإحنا بقلنا فترة بعيد تماماً عن المكان اللي احنا كنا وصلنا لها قبل كده مع جيل كابتن حسن شحاتة ربينا يديله الصحة إن احنا كنا وصلنا إن احنا نبقى السابع على العالم وكنا وصلنا إن احنا يعني معلش احنا بنكسب بطولة أفريقيا دي كده زي سلامه عليكم هيا جماعة حنلاقي مين النهاردة في النهائي بسرح فين البطولة بالزبط كده فطبعاً لا دلوقتي الموضوع بقى صعب دلوقتي بقى وصلت لدرجة إن انت عندك بطولة بتنظامها على أرضك بتخرج من دور 16 على إيد جنوب أفريقيا اللي هي مش فريق أصلاً يعني مش موجود في البطولة السنة دي فمنتخب مصر تراجع كثيراً 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 في خلال السنوات الماضية وحالياً هو يحاول إن هو يستعيد أمجاده زي لما نقول كاكت الصراحة محارب ففي كل الأحوال في كل الأحوال إن شاء الله البطولة دي هتبقى بداية عهد جديد لمنتخب مصر بلاعبيه وبمديره ده كلام جميل كلام معقول مقدرش أقول أي حاجة على الإطلاق عنه